نقف الآن على أطلال ما تبقى من مخيمات النازحين في محافظة الجوف هذه المخيمات التي تعرضت بالأمس لكوارث طبيعية كوارث السيول التي اجرفت هذه المخيمات واجرفت أيضا مساحات زراعية كبيرة وشاسعة داخل محافظة الجوف بإمكان الكاميرا أن ترصد هذه الأضرار التي تعرض لها النازحون في مناطق متفرقة من محافظة الجوف السدبة والضيقة وأيضا بيت شحاط وغيرها من المناطق داخل محافظة الجوف حسب إحصائيات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة هناك أكثر من 200 أسرة نزحت من مناطق السيول التي جرفت في مناطق مختلفة في المحافظة أيضا هناك حالتي وفاة سجلت في مستشفى الجوف العام الطفل وامرأة وهناك أيضا إصابات لا تزال في المستشفى هناك أعداد كبيرة من النازحين فروا إلى مناطق آمنة بإمكاننا أن نلتقي مع أحد المواطنين يحدثنا عن تلك الليلة التي عاشوها أثناء السيول المتدفقة على مخيماتهم أحنا البارح ضواتنا عواصف ضواتنا عواصف ومطار غزيرة وهدمت علينا مبانينا وقرحتها وشلتها وشوشنا وأحنا ما زلنا في الجو مزقولين اللي يضرروا يعني وراحة مبانيهم يعني عدد وجدين كم كم عددكم أنتم في هذه المساحة مفتوعة؟ واجد والله عددنا بيزل متين خيمة خدي إذن هي أسر كثيرة تعرضت لانجراف السيول التي جرفتها من هذه المناطق المفتوحة والصحراوية داخل محافظة الجوف بإمكان الكاميرا أيضا أن ترسلنا حياة النازحين في هذه المحافظة كما هم يعانون من أوضاع مأساوية وظروف قاسية في النزوح بعد أن فروا من مناطق كانت سيطرة عليها الميليشيات وإلى هنا جاءوا ولكن يعانون أيضا كوارث طبيعية مثل السيول بالإضافة إلى حاجاتكم وافتقاركم للمواد الأساسية والبدائية داخل هذه المحافظة التي ما تدل تعاني معاناة شديدة النازحين فيها بالإضافة إلى حرمانها من الكثير من الخدمات في هذه المحافظة على الجلادي لقناة بلقيس محافظة الجوف